اشتركوا في القناة وما بطن اللهم امين يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن ابي شيبة اخو ابو واكر بن ابي شيبة من السقاط الاسبات الولاء والجماعة قال حدثنا جرير جرير بن عبد الحميد البداد الضبي من السقاط الاسبات قال عن الاعمش والاعمش سليمان بن مهران وهو من افسطين المحدثين اذا قال اخبارنا حدثنا عد عليه بالنواس قال عن ابي وائل قال عن ابي وائل وابو وايل شقيق ابن سلمة ايضا من الشيخ الذين اكثر عنهم الاعمش من خار التابعين عن حزيفة حزيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اسأله عن الشر ما خافت ان اقع فيه من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتواقيه ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك الى قيام الساعة الا حدثه حفظه من حفظه ونسيه من نسيه ممتاز انا قلت لك قلت لك سكاينة الكراهة كانت على الفرش وغيرها لكن الاصل انها دعيرة بين الرخصة وبين الاستحباب قال حذيفي قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك الا الى قيام الساعة الا الا حدثه حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه اصحابه هؤلاء وانه لا يكون منه الشيء فاذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل اذا غاب عنه ثم اذا رآه عرفه ان الفتنة لهذه الامة لم تتركها وان عذاب هذه الامة في اخر الزمان الفتن تأتي لا ترحم هي تأتي انصح التعبير تأتي تترى تعصف تستك ومن استشرف اهلكته لذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما اطل على المدينة او على اطم من اطم المدينة قال ما لي ارى الفتنة حولكم كمواقع القطر كمواقع القطر كما قال علماءنا عموما التعميم المطر يعم وايضا الكثرة مع التتابع الكثرة مع التتابع وهذا قد جاء مفصلا النبي صلى الله عليه وسلم قال تأتي الفتنة الفتن يرقق بعضها بعضا تأتي الفتنة فيقول الرجل هذه مهلكتي هذه 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 مهلكتي فيقول ثم يرفعها الله جل في علام فتأتي فتنة ترققها يعني فتنة أعظم منها فيقول هذه مهلكتي هذه مهلكتي حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا هل ينتظرون إلا غنا مضغيا او فقرا منسيا او هرما مفندة او الدجال شر غائب ينتظر او الساعة فالساعة تؤدها ومر او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة تؤدها ومر حاضر أنا لم أقرأه حاضر سأجيب بعد الدرس حاضر إلا إذا كان في حاجة له الآن أنا أجيبه الآن وإلا فانتظر بعد الدرس قال او الساعة فالساعة تؤدها وأمر وقد بينا النبي صلى الله عليه وسلم بالفتنة التي تأتي آخر الزمان كما قال بفتنة الهرج القتل وأبو موسى الأشعري يقول أفينا عقولنا قال نعم أو قال لا عقول لكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتر بعضهم بعضا ويكسر الهرج يكسر القتل وقد بينا النبي صلى الله عليه وسلم أن من الفتن وهذه من علامات الساعة ينحصر الفراد عن جبل من ذهب المئة يذهبون يعلمون أنهم سيقتلون وما يبقى إلا واحد وواحد منهم وكل واحد يقول أنا الذي أنجو أنا الذي أنجو وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السعيدة لمن جنب الفتن أو من ابطلية فصبر إن السعيدة لمن جنب الفتن أو من ابطلية فصبر وهذه دلالات واضحات جلية عند علمائنا في هذه المسائل التي تأتي في آخر الزمان فهذه العقوبة على هذه الأمة أو عذاب هذه الأمة الأمة الفتنة تأتي في آخر الزمان نسأل الله أن يحفظنا من كل فتنة ما ظهر منها وما بطن وإلا كما قلت هناك آداب آداب عندما تأتي الفتن هناك آداب ومن الآداب أن الإنسان ينأى بنفسه خفاءا عند الفتن إن سمع بالفتن في مكان لابد أن ينأى بنفسه إلى مكان آخر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأى عنه وهو شرغاء بن ينتظر ومن آداب الفتن أن يرجع فيها المرء إلى العلماء من آداب الفتن أن يرجع فيها المرء إلى العلماء الراسخين واجب عليه بذلك لأن الفتن لها ظلمات يبددها العلم والعلماء ونجاة الناس مرهونة بارتباطهم بالعلماء ومن آداب الفتن عدم السعي فيها لأن النبي بينا بينا ذلك بأن النائم خير من القاعد والقاعد خير من القائم والقاعد خير من الماشي في مسائل الفتن لأنها هلاكة وهذه الفتن حقا تموج كموج البحر لما سأل عمر الخطاب رضي الله عنه أرضاه الصحابة وفيهم حذيفة أيكم يحفظوا حديث الفتن قال أنا قال لله أبوك هاته فقال فتنة الرجل في أهلي ومالي تكفر على الصلاة والصيام قال لا لست عن هذا أسأل قال تسأل عن الفتن التي تموج كموج البحر قال نعم فقال ما لك ولها يا أمير المونين بينك وبينها باب قال يكسر الباب أم يفتح قال يكسر قال إذن لا يقوم وهذا الذي حدث هذا الذي حدث إن الباب قد كسر ومن سد باب الفتن بحال ثم قتل عثمان ثم جاء القتل تترى في الأمة لذا من أداب الفتن كما قلنا أن لا يسعى فيها نعم وفي الحديث هنا حديث يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه أصحابه هؤلاء وإنه لا يكون منه الشيء فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رأاه عرفه هنا يقول حديثة رضي الله عنه وعرضاه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فما ترك شيئا كما قام فيهم يحدث عن الدجال قال وما من نبي إلا قد أخبر قومه وحذر قومه من الدجال ولكن سأزيد فيه أو قال سأقول لكم شيئا لم يقوله نبي قبلي إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وقام يحذرهم من فتنة الدجال فارتجفت خلوبهم واهتزت أركانهم كأن الدجال على سعف النخل فقال ما لأراكم هكذا إن خرج أنا فيكم فأنا حديده وإن خرج ولست فيكم فكل مريح حديده نفسه والله لكل مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي فذكر كل شيء مقدما وهو ذكر ذكر الفتن مفصلة ومجملة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون ثلاثون كذابا كلهم يدعي النبوة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمقتل الحسين وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمقتل علي وذكر مقتل عثمان جاء عثمان فاستسر الله نبي صلى الله عليه وسلم حديثا فتمعر وجه عثمان رضي الله عنه ورضاه وبعدما سئل عن ذلك ذكر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الله يقمسك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تفعل فلم يفعل وقتل شهيدا مظلوما رضي الله عنه أرضاه وقال لعلي بن أبي طالب أتعلم من أشقاها قال الذي قتل الناقة أو الذي وقص الناقة فقال له الذي يضرب هذه فتختل به هذه يعني صاحب الناقة والذي يضرب رأسك فتختل لحيتك بالدماء من رأسك وهو بشر بقتله وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بقتل الحسين أو أخبر بقتل الحسين جاءه جبريل وأتى له بحفنة من الأرض من الطراب التي سيقتل عليها الحسين حتى تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما أوحى إليه جبريل بذلك وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الدجال وبنزول عيسى وبخروج الدابة وبخروج أيضا بشروق الشمس من مغربها وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالفتنة التي تأتي متلاحمة متلاطمة يرقق بعضها بعضا فأخبر النبي بكل شيء حتى قال أبو موسى مات رسول الله أو أبو ذر مات رسول الله يوم أمات وما من طائر يقلب جناحي في السماء إلا أخبرنا منه الخبر وما من طائر يقلب جناحي في السماء إلا أخبرنا منه الخبر قال فما ترك شيئا يكون في مقام ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به تمسك به من قال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وهذا حقا كفر مبين من قال بأن الرسول يعلم الغيب فقد كفر فإن النبي لا يعلم الغيب لكنه يخبر بالغيوب معجزة من الله جل في علاه كما قال إلا من ارتضى من الرسول ومن ادعى أن نبي يعلم الغيب فقد أبعد النجعة وقد أعظم الفرية وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب شيئا قال أمر الله أن يقول في كتابي إلى يوم الدين يتلى قال ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير ومام السني السوء وقوله صلى الله عليه وسلم لما سمع الجلية تغني وفينا رسول يعلم ما في غادي قال نحي هذا لا تتكلم بهذا وعودي لما كنت تقولين وإلا في المنزل لغزوة بد الحباب راجعه قال يا رسول الله هذا منزل أنزلكه الله أو هو الحرب والمكيدة قال الحرب والمكيدة قال إذن ليس هذا بمنزل إذن ليس هذا بمنزل لو كان يعلم الغيب ما أنزل هذا المنزل لو كان يعلم الغيب ما أنزل عمه في غزة أحد وما خرج من المدينة لو كان يعلم الغيب ما جلس شهرا يسأل يسأل أسامة يسأل علي بن أبي طالب في حديث ترفك فالنبي لا يعلم الغيب وأما تحديثه بالغيوب هذه من دلالات النبوة بأن الله أخبره الخبر عن بعض الغيوب يخبر بها علامة على صدقه وأنه لا يتكلم من عنديات نفسه بل بوحي من الرحمن كما قال الله جل في علاوه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فأخبر ببعض الغيوب التي قد أوحى الله له بها يخبر عنها علامة على صدقه ولذلك الصحابة ورد لذلك لما قال لسراقة كيف أنت وأنت تلبس ثواري كسرة وكان عيانا أمام الناس ولما ضرب الكودية وقال الله أكبر أعطيته الكنزين الأحمر والأبيض وبشر بالفتح أما بشر بفتح رومية بشر بهذا الخليفة الراشد محمد الفاتح بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وكان الفتح عظيما الغرض المقصود بأن النبي لا يعلم الغيب ولكنه لما أخبر عن الغيوب أخبر بها وحيا من الله جل في علاوه وحذار الأمة أو تحذير الأمة من الفتن لذلك قال فما ترك شيء أن يكون في مقام ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه حافظه من حافظه ونسيه من نسيه وقد عرمه أصحابه هؤلاء وإنه لا يكون منه الشيء فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل والمعنى أنه ينسى فإذا وقع تذكر أن النبي أخبر بذلك لو ضربنا مثلا بهذا على سواري كسرة نسي حزيفة فلما رأى عمر الخطاب يعطيه سواري كسرة ويضع في يده فيتذكر حزيفة يقول النبي قال بذلك على سبيل المثال فيخبر النبي بالخبر فإنه ينساه فلما يرده أمامه عيانا قد حدث بعد موت النبي يتذكر أن النبي قد قال قد قال ذلك سبحانه وجل في أولا أما قام النبي مغضبا وعرف في وجهه وهو يقول ويل للعرب من شر قد اقترب فتح من سد أجوج هكذا وحلق بأصباح كالدرهم وحزيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم يذكره بأن النبي قد أخبر عن الفتن بأسرها وهو الذي قال الأهل المدينة قال ما لي أرى الفتن يعني قال كالمطر حولكم كالمطر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن فتن لا تجعل الحلم تجعل الحلم حيرانة فتن يصبح فيها المؤمن كفرا ويمسي مؤمنا ويمسي مؤمنا ويصبح كفرا يبيع دينه بعرض من الدنيا بزمن بخص دراهمة معدودة فتن تأتي تشتبك تختلط تعصف تستك لا ينجو منها إلا من أنجاه الله جل في أولاه فتن اختبار لعباد الله جل في أولاه فنسأل الله أن يحفظنا ثم قال المصنف وحدثنا هرون بن عبد الله حدثنا أبو داود أبو داود الطالسي بل قال أبو داود الحفري هرون بن عبد الله البغدادي الحمال قال الرازي صدوق أبو حاتم الرازي وقال نسأي ثقة وذكر ابن حبان في الثقات وأما أبو داود الحفري هو عمر بن سعيد ابن عبيد أبو داود الحفري من الثقات وثقه ابن معين وثقه أبو حاتم قال كان الرجل صالحا صدوقا قال عن بدر بن عثمان القرشي الأموي الكوفي قال نسأي ليس به بأس وقال عجل ثقة وثقه ابن معين قال عن عامر عامر بن شرحيل الشعبي من خيار التابعين عن رجل وهذه الجهالة أضعفت السند هذه الجهالة أضعفت السند عن عبد الله وعبد الله بن مسعود أعضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم يكون في هذه الأمة أربع فتن في آخرها الفناء يكون في هذه الأمة أربع فتن كان المرات بيها الوقاع الكبار وقد روى نعيم بن حمد في الفتن عن حسيفة قال يكون في أمتي أربع فتن وفي الرابع الفناء وفي رواية عن عمران بن حسين تكون أربع فتن الأولى يستحل فيها الدم والثانية يستحل فيها الدم والمال والثالثة يستحل فيها الدم والمال والفرج والرابع الدجال أعوذ بالله وهي أعظم الفتن وهكذا أخرجه الإمام الطبراني فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون في هذه الأمة أربع فتن وهذا ليس حصر وقصر بل الفتن تأتي تترى هو ذكر الفتن الكبار التي تختتم بأعظم فتنة في تاريخ البشرية من يوم أن خلق الله آدم الأخ الخليقة وهي فتنة الدجال قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم شر غائب ينتظر شر غائب ينتظر نسأل الله أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن فتنة الدهيماء إن شاء الله تكون شرح فيها غدا الفوائد المصمتة الإقبال بالغيوب من علامات النبوة فضل حفظي عند القراءة فاستتمام الفهم بالإدمار عند القراءة فاستتمام الفهم بالإدمار الفائدة الثالثة أنا كنت أحب أن في حد يأتينا بس بها الفائدة الثالثة هي أن القراءة عند القراءة فاستفهام الأمر بالإدمار يعني هو الآن الحديثه أن كان فيه ضعف أربع فتن في أمتي أربع فتن في أمتي هذا حصر وقصر والفتن أكثر من ذلك بكثير وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من الفتن لذلك قلنا لابد حتى يستقيم الفهم حتى يستقيم الفهم نقول بالإدمار وهو أربع فتن كبار شوف لو يريد شيء أنا أتولي أربع فتن كبار نعم هذا معنى أن عند القراءة فاستتمام الفهم بالإدمار أربع فتن كبار نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا